موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم أجمعين أهلا بكم أبنائي الطلاب في حلقة جديدة من دروس اللغة العربية للصف التاسع المتوسط وهذه الحلقة هي عن النعت طبعا كما عرفنا من قبل أبنائي الطلاب أن أي حلقة لابد أن نتناول فيها المحدد الوصفي والقياس المحدد الوصفي هو المهارة التي تطلب منك أن تتعرف عليها في كل حلقة وفي كل كفاية أما القياس فهو كيف يأتي سؤال الاختبار المحدد الوصفي لهذه الحلقة يستخدم قواعد النحو التي تدرب عليها في كتابة نص قصير استخداما سليما وبتمكن ثم يختار بتمكن معلومة أو أكثر من النص تؤدي إلى فعمه فما هو القياس؟ يستخرج نعتا جملة أو شبه جملة من جملة مقدمة إليه لا تقل عن خمس كلمات يصوب الخطأ في جملة مقدمة إليه تتضمن نعتا جملة أو شبه جملة مناسبا مغيرا ما يلزم يستبدل بالنعة المفرد نعتا جملة أو شبه جملة مناسبا مغيرا ما يلزم تعالوا معي أبنائي الطلاب نتعرف أولا عن النعت ما هو النعت؟ النعت هو الصفة عندما تصف اسما من الأسماء فهذا يطلق عليه النعت فنريد الآن أن نعرف النعت تعريفا دقيقا هو اسم يصف لسم السابق له النعت اسم يصف عندما تصف أي اسم فأنت بذلك تنعت تعالوا الآن نتعرف على بعض صور النعت من خلال هذه الأمثلة الموجودة أمامكم الإنسان المهذب محبوب من زملائه كرم المدير الطالبين الفائقين ألقيت التحية على المعلمين المخلصين تلاحظ عزيز الطالب أن كل جملة من هذه الجمل تحتوي على نعت فأنت وصفت الإنسان بالمهذب ووصفت الطالبين بالفائقين ووصفت كلمة المعلمين بالمخلصين فكلمة المهذب والفائقين والمخلصين هي صفات للأسماء التي سبقتها وعليك أن تعلم عزيز الطالب أن النعت في كل جملة من هذه الجملة الجمل يسمى نعتا مفردا ولعلك لاحظت أيضا أن النعت المفرد في كل جملة من هذه الجمل يطابق منعوته فعندما تقول الإنسان المهذب كلمة المهذب تطابق كلمة الإنسان ففيما تطابقها لاحظ معي أولا تطابقها في الإعراب تقول الإنسان المهذب تطابقها رفعا ونصبا وجرا أيضا أن النعت المفرد يطابق منعوته في التعريف والتنكير فإذا كانت كلمة الإنسان معرفة لابد أن تكون المهذب معرفة تقول الإنسان المهذب فإذا قلت إنسان فقط عليك أن تقول مهذب أيضا أيضا أن النعت يطابق منعوته في قلنا في الإعراب رفعا ونصبا وجرا يطابقه في التعريف والتنكير وأيضا يطابقه في التذكير والتأنيف فإذا كان المنعوت مؤنثا لابد أن يكون النعت أيضا مؤنثا وإذا كان النعت مذكرا لابد أن يكون المنعوت مذكرا أيضا يطابق النعت المفرد منعوته أيضا وأخيرا في العدد إذا كان النعت مفردا لابد أن يكون المنعوت أيضا مفردا وإذا كان مثنا لابد أن يكون مثنا وإذا كان جمعا لابد أن يكون جمعا تقول كما في المثال الثالث ألقيت التحية على المعلمين المخلصين كلمة المعلمين جمع والمخلصين أيضا جمع في المثال الثاني الطالبين الفائقين مثنى ومثنى وفي المثال الأول الإنسان المهذب مفرد ومفرد فتذكر عزيز الطالب ما هو الشروط التي يجب أن تتوفر في المنعوت في مطابقة النعت ننتقل إلى النشاط الأول وفي هذا النشاط أصوغ جملا تحتوي أو تحوي نعتا حسب المطلوب في المربعات الآتية المربع الأول يريد مني أن أقدم له نعتا مفردا نعت مفرد اقرأ معي قرأت كتابا ممتعا أين النعت؟ أحسنتم كلمة ممتعا فهي وصفت كلمة كتاب تقول قرأت كتابا ممتعا ولعلك لاحظت المطابقة بين النعت والمنعوت فإذا طلبنا منكم أن تبين فيما تطابق النعت مع المنعوت تجد أن كلمة ممتعا كلمة منصوبة ككلمة كتاب وأيضا هي مفرد كتابا ممتعا مفرد وأيضا كلمة ممتعا جاءت مذكرة لأن كلمة كتاب أيضا مذكرة تعالوا معي ننتقل المربع الثاني نعت جملة اسمية اقرأ معي هذه حديقة أشجارها كثيفة هذه حديقة أشجارها كثيفة بما وصفت كلمة حديقة قلت أشجارها كثيفة إذا أين النعت أشجارها كثيفة لا تستطيع أن تقول أن النعت أشجارها أو أن تقول كثيفة هذه حديقة أشجارها لم يتم المعنى أو إذا قلت هذه حديقة كثيفة المعنى مختلف إذا أين النعت أشجارها كثيفة فإذا نظرنا إلى هذه الجملة أشجارها كثيفة نجد أنها تتكون من أشجار نعم مبتدأ وكثيفة خبر إذا الجملة بأكملها أشجارها كثيفة هي نعت لكلمة حديقة إذا هذا النعت يسمى نعت جملة اسمية المربع الذي يليه نريد نعت جملة فعلية اقرأ معي عزيز الطالب استمعت لقارئ يرتل القرآن استمعت لقارئ يرتل القرآن أين النعت؟ نعم يرتل القرآن وأين المنعوت؟ كلمة قارئ يبا إذا يرتل القرآن هي نعت لكلمة قارئ مما يتكون هذا النعت؟ تجد أنه يتكون من يرتل هذا فعل وأين الفاعل؟ طبعا ضمير مستطر تقديره هو يرتل هو وهو تعود على كلمة قارئ والقرآن مفعول به يبا إذا النعت يرتل القرآن يرتل القرآن هي نعت لكلمة قارئ مما تتكون؟ تتكون من فعل مضارع وفاعل مستطر طبعا الجملة من الفعل والفاعل نعم هي نعت لكلمة قارئ يبا إذا النعت في هذه الجملة هو نعت جملة فعلية ننتقل إلى المربع الذي يليه نعت شبه جملة نقرأ ما يا عزيزي الطالب رأيت عصفورا في القفص رأيت عصفورا في القفص أين النعت في هذه الجملة؟ أحسنتم في القفص وأين المنعوت؟ عصفورا نعم مما يتكون هذا النعت؟ نعم يتكون من جار في والقفص اسم مجرور هذا الجار والمجرور يسمى شبه جملة لماذا أسميناه شبه جملة؟ لأنه ليس مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل هذا حرفي والقفص اسم مجرور فالكلمتين الكلمتين الذين أمامي في القفص لا يكون أبدا جملة وبذلك نجد أن في القفص هذا شبه جملة تسألني سؤالا هل شبه الجملة فقط جر ومجرور؟ أقول لك لا هناك أيضا مكون آخر لشبه الجملة وهو الظرف سواء ظرف المكان أو ظرف الزمان إذا قلت رأيت عصفورا بين الأغصان إذن بين الأغصان هذا شبه جملة ظرف أو رأيت عصفورا فوق الشجرة إذن فوق الشجرة هذا ظرف إذن أن نعت شبه الجملة يمكن أن يكون جارا ومجرور أو أن يكون ظرف سواء زمان أو مكان علينا الآن عزيز الطالب أن نستنتج هذه المعلومة وهي الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات إذن عندما يأتي اسم نكرة وتأتي بعده جملة أو شبه جملة هذه الجملة وشبه الجملة تعرب أو تكون في محل نعت أو عليك أن تعلم أن هذه الشبه الجملة لابد أن تعرب أيضا نعت ننتقل الآن إلى سؤال القياس سؤال القياس كما ذكرنا من قبل هو الصيغة التي يأتي عليها سؤال الامتحان السؤال الأول أستخرج نعتا جملة شبه جملة من الجمل الآتية الجملة الأولى ألف الكاتب قصة تتحدث عن الأمانة ألف الكاتب قصة تتحدث عن الأمانة أين النعت في هذه الجملة؟ أحسنتم النعت تتحدث عن الأمانة وأين المنعود؟ نعم كلمة قصة إذن النعت لكلمة قصة هو تتحدث عن الأمانة ولعلكم لاحظتم أن كلمة قصة نكرة نكرة أي ليست معرفة وباختصار شديد ليس فيها ألف ولام ألف الكاتب قصة صفة هذه القصة تتحدث عن الأمانة والنوع أحسنتم تبدأ بفعل تتحدث إذن النوع جملة فعلية ننتقل إلى جملة أخرى رسم الطالب صورة ألوانها زاهية رسم الطالب صورة ألوانها زاهية تبادر إلى ذهنك مباشرة ما صفة هذه الصورة؟ ألوانها زاهية أحسنت إذن النعت عبارة ألوانها زاهية وأين المنعوت كلمة صورة؟ والسؤال ما نوع هذا النعت هل هو جملة أم شبه جملة إذا حللناها نجد أن كلمة أو عبارة ألوانها زاهية تتكون من كلمتين ألوان وزاهية ألوان الصورة زاهية كلمة ألوان مبتدأ وزاهية خبر إذن ما نوع هذا النعت أحسنتم نعت جملة إسمية نقرأ الجملة التي تليها حضرت خطبة في المسجد ما صفة هذه الخطبة؟ في المسجد أحسنت هذه العبارة تتكون من ماذا؟ من في والمسجد إذن النعت في المسجد ما نع هذا النعت؟ أحسنتم شبه جملة يتكون من جار ومجرور ننتقل إلى السؤال الثاني أصوب الخطأ في الجمل الآتية مغيرا ما يلزم تصويب عليك أن تصوب هذه الجمل قرأت كتابا جيد إذن هذا نعت مفرد عليك أن تعلم أن النعت المفرد يطابق المنعوت في أربعة أشياء في الإعراب في التذكير والتأنيف في التعريف والتنكير وفي العدد إفرادا وتثنية وجمعا إذن الصواب أحسنت قرأت كتابا جيدا كلمة كتابا منصوبة إذن لابد أن تكون جيدا أيضا منصوبة حضرت تكريم علماء المتميزون حضرت تكريم علماء المتميزون الصواب حضرت تكريم علماء متميزون أحسنت لأن كلمة المتميزون معرفة أو كلمة علماء نكرة فلابد أن تكون كلمة المتميزون أيضا نكرة مثلها نعت زارني أمس صديقان وفيين أحسنت أين نعت وفيين إذن كلمة صديقان مرفوعة وفيين أيضا لابد أن تكون مرفوعة فتقول زارني أمس صديقان وفيين وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة متمنية لكم دوما التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة